ماءة وقد يزيد العدد بقليل عند هذه الأرقام غلقت مفوضية الانتخابات باب استقبال الطعون بنتائج الانتخابات المحلية التي وصلت في المدة المحددة أغلبها تتعلق بفارق بعض أصوات المحطات الانتخابية لكنه يبقى رقم قليل بالنسبة لما استلمته المفوضية في الانتخابات البرلمانية السابقة التي وصل فيها عدد الطعون لأكثر من ألف المفوضية استقبلت تقريبا لحد الآن أكثر من مئة طعن وهناك توقع بأن تكون الطعون أكثر من مئة وخمسين طعن مع نهاية الدوام الرسمي طبعا قسم الشكاوة والطعون الآن يقوم بالردود على تلك الطعون ورفع التوصيات إلى الهيئة القضائية للانتخابات المفوضية ملزمة بالردود على ما استلمته من طعون وسترفع لجانها توصياتها النهائية إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية والتي ستبت بقرارها النهائي للمصادقة على أسماء الفائزين هذه الطعون هناك اللجان قانونية تكتب توصياتها لترفع إلى مجلس المفوضين ومجلس المفوضين أيضا صادق على هذه التوصيات وترفع إلى الهيئة القضائية والهيئة القضائية في الحقيقة هي التي تبت بهذه الطعون وتكون قراراتها ملزمة سواء كانت للمفوضية أو لمقدمي الطعون عندما تنتهي عملية الطعون وتصادق عليها أو على قرارات الهيئة القضائية بعد ذلك تعلن المفوضية مصادقتها مجلس المفوضين وصادق على أسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات وبذلك ينتهي ملف انتخابات مجالس المحافظات وتعد مرحلة التحقيق بالطعون الانتخابية آخر حلقة في ملف الانتخابات المحلية على صعيد الإجراءات الفنية لينطلق بعدها مراثون تفاوضي لتشكيل المجالس المحلية الذي من المتوقع أن تنطلق صافرته مع الأيام الأولى لعام 2024 على الحديد قناة الفلوجة بغداد